السلام عليكم شلوكم شغباركم يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة وياكم ايمان من قناة ايميل فن الكروشيه اليوم احنا في جزء الاخير من باترون هاي الدمية الجميلة في هاي الفيديو رح نشتغل باترون الفستان وان شاء الله تكون جزء الاخير ومن بعد هاي الفيديو رح نشتغل باترونات جديدة باذن الله فهيسا مباشرة نجيب اللون اللي اشتغلنا بها القدم تمام الحذاء تكرمون وراح نبتدي بالشغول الفستان قبل ما ابتدي بالشغول اترك شوية خيطيتي مسافة قصيرة وراها اسوي عقدة البداية بسم الله من بعد ما سوت عقدة البداية ارتفع ثلاثين سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اذا اش اثناش فقمتcht سبع تاش ثمانتاش وتسعة اشعرين واحد وعشرين اتنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربع وعشرين اربع وعشرين اثنين خمسة وعشرين ثلاثين ارتفع ثلاثين سلسلة اترك سبع سلاسل في ثامنة ادخل سنارتي واشتغل برستة حشو يعني احسب اقول واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في ثامنة أدخل سنارتي أسحب الخيط وأشتغل غرزة حشو هاي سبعة سلاسل اللي تركناها تكون مكان الزرار أو الدكمة زين اشتغلت غرزة حشو أحسبها أقول واحد غرزة لي معادة اثنين زائد ثلاثة ثلاث حشوات فردية في السلسلة الرابعة رح يكون تزايد حشوتين في نفس المكان أوكي وهكذا إلى نهاية السلاسل رح نشتغل ثلاث حشوات زائد تزايد كملتها بنات وصلت إلى نهاية السلاسل ثلاث قرز حشو زائد تزايد وحاليا عدد القرز إذا تحسبوها 28 قرزة حشو وآخر شي بنات شوفوا اشتغلنا تزايد وراها يكون ثلاث حشوات فردية أوكي زين نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة وحنا حاليا رح ندخل إلى سطر الثاني في سطر الثاني رح نشتغل واحد اثنين ثلاثة زائد اربع قرز حشو فردية اربع قرز حشو فردية وراها تزايد حشوتين في نفس المكان رح نكررها إلى نهاية السطر اربع قرز حشو زائد تزايد لكن بنات في آخر تزايد من بعد آخر تزايد رح يتبقى واحد اثنين ثلاثة ثلاث حشوات فردية احنا ابتدأنا اربع قرز حشو زائد تزايد وراح نكملها إلى آخر تزايد في الأخير يتبقى ثلاث حشوات فردية اوكي شوفوا بنات من بعد آخر تزايد يتبقى ثلاث قرز حشو نشتغلها فردي واحد اثنين وثلاثة اوكي كملنا سطر الثاني حاليا عدد الغرز اثنين وثلاثين قرز حشو نرتفع سلسلة مجرد الارتفاع ونقل بالقطعة احنا حاليا رح ندخل إلى سطر الثالث في سطر الثالث من البداية نشتغل أربع غرز حشو فردية واحد اثنين ثلاثة زائد أربعة أربع حشوات فردية وراها تكون تزايد حشوتين في نفس المكان اوكي من بعدها مباشرة اشتغل خمس غرز حشو زائد تزايد إلى آخر تزايد رح نكرر خمس حشوات زائد تزايد لكن في الأخير أيضا يتبقى أربع غرز حشو شلون البداية ابتدأنا بأربع غرز نهاية أيضا تكون أربع غرز حشو تمام هسا اشتغلنا أربع حشو زائد تزايد مباشرة من بعدها نشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس حشوات فردية وتزايد ايضا نكررها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس حشوات فردية وتزايد شوفوا بنات الشكل شلو صارت نكررها أيضا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وتزايد ايضا نكررها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس حشوات وتزايد شوفوا بنات من بعد آخر تزايد يتبقى أربع غرز حشو فردية اوكي شوفوا واحد اثنين ثلاثة وأربعة تمام ابتدأنا بأربع غرز وكملنا سطر بأربع غرز ما عرف الفيديو ليش يشي يصير بها ابتدأنا بأربع غرز حشو وراها خمسة حشوات زايد إلى آخر تزايد وفي الأخير كملنا سطر بأربع خرز حشو شوفوا الشكل ما لاته شلون صارت هسا كملنا من باترون سطر الفستان لازم هسا نجي نطلع تقسيمة السطر زائد حفرة اليد او الرندن خلي نقول اوكي شنسوي مباشرة نرتفع سلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة اول شي راح نشتغل خمس غرز حشو فردية وربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة وخمسة خمس حشوات فردية مباشرة من بعدها ارتفع خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اوكي زين ارتفعنا خمس سلاسل راح نترك ثمان حشوات فردية من تحت واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية في التاسعة ادخل صنارتي اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو شوفوا بنات هاي فتحت اليت زين في التاسعة ادخلنا صنارتنا واشتغلنا غرزة حشو هاي الحشو اللي اشتغلتها احسبها اقول واحد غرزة اللي بعدها اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ادعش اثنعش قسم الصدر الامامية اثنعش غرزة حشو زين مباشرة نرتفع خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة من بعد ما ارتفعنا خمس سلاسل ايضا نترك ثمان قرز حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية في التاسعة ادخل سنارتي اسحب الخيط واشتغل قرزة حشو هاي مكان اليد الثانية المكان التاسع اللي دخلت السنارة واشتغلت حشو اقول واحد اثنين ثلاثة اربعة وخمسة كملنا سطر شوفوا شكش لو صارت ابتدأنا بخمس غرز حشو خمس سلاسل تركنا ثمانة غرز حشو قسم الامامية اثنين غرزة حشو خمس سلاسل تركنا ثمان حشوات وخمس غرز حشو اوكي زيد طلعنا حفرة اليد وتقسيمة الصدر ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع واقل بالقطعة راح نشتغل اثنين سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تراقص حتى تطيل هاي الارتفاع اثنين سطور على كل غرزة حشو راح نشتغل غرزة حشو واحدة بس يعني رايح جاي نكمل السطر نرتفع السلسلة ونقلب القطعة وهكذا شوفوا بنات هتا على السلاسل عندي خمس سلاسل راح اشتغل عليهم خمس غرز حشو هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربعة وخمسة خمس غرز حشو على السلاسل وهكذا بعدين اثناش غرزة حشو خمس حشو على السلاسل وخمس غرز حشو في النهاية ومن اوصل للنهاية ارتفع السلسلة واقلب القطعة لمدة ثمان سطور حتى يطيني هاي الارتفاع اوكي انا اكمل ثمان سطور وارجع لكم بإذن الله كملت بنات ثمان سطور من الحشوات الثابتة شوفوا القياس ما لتا شلون صارت هسا راح نجي نقفل قسم الظهر نقفلها تمام لكن شوفوا بنات بدون ما ارتفع سلسلة مباشرة اجي لحلقة الخلفية من الغرزة اسحب الخير واسوي منزلقة حلقة الامامية راح اتركها اوكي ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع بس لاحظوا بنات شوي السلسلة اطيها ارتفاع وراها الف الخط السنارة في نفس المكان اشتغل عامود بلفة اوكي ايضا الف الخط السنارة وفي نفس المكان عامود ثاني يعني تزايد اوكي وهكذا الى نهاية السطر في كل حلقة من حلقات الخلفية اسحب الخيط واشتغل عامود تزايد اوكي حتى الفستان هيشي تطيها نفسها من انا انا اكملها الى نهاية السطر كلها عوامي التزايد وفي الحلقات الخلفية كمالة بنات وصلت الى نهاية السطر كلها عوامي التزايد في الحلقات الخلفية نجي على اول عامود نسحب الخيط ونسوي مزلقة نرتفع سلسلة مجرد الارتفاع لكن شوية السلسلة اطوها ارتفاع اوكي لا تتفعوا سلسلتين لان السلسلة الوحدة شوفوا تطلع اشقد مرتبة ونظيفة ما تبين في مكان العوامي لكن اذا ترتفعوا سلسلتين هي تتبين اتكم كخط والسلاسل ما تكون مرتبة فاكيد هاي الشي يرجع لكم انا في غرزة العامود ارتفع سلسلة واحدة فقط لكن شوية اطيها مسافة الف الخط اس النارة في نفس مكان الارتفاع اشتغل عامود بلفة وحسب اقول واحد غرزة لي بعدها اثنين واللي وراها ثلاثة ثلاثة عواميد فردية وربعا في الرابعة راح نشتغل تزايد عامودين في نفس المكان تمام وهكذا الى نهاية السطر راح نشتغل ثلاثة عواميد زاء التزايد كملت بنات ثلاثة عواميد وصلت الى نهاية السطر خلاص راح نتوقف في التزايد راح نشتغل ثمان سطور من العواميد الثابتة حتى ينطيني هاي الارتفاع لكن اذا انتو حبيتو يكون اطول ارتفعوا تسع سطور واذا حبيتو يكون اقصر ارتفعوا مثلا سبع سطور اكيد هاي شيء يرجع لكم لكن انا بالضبط ارتفعت ثمان سطور من العواميد الثابتة فبنهاية كل سطر راح نسوي منزلقة نرتفع سلسلة ونشتغل سطور من العواميد الثابتة انا اكمل ثمان سطور من العواميد الثابتة وارجع لكم باذن الله كملت بنات ثمان سطور من العواميد الثابتة هس اجي على اول عمود اسوي منزلقة وبدون ما ارتفع سلسلة اجيب المقاص واقص الخيط بسم الله اقصيش على مسافة في سبيل اثبتها واخفيها داخل الشغل وكملنا بنات من باترون الفستان شوفوش قد حلو ومرتب هس اجي نقلب القطعة وراح نجيب خيط لون الابيض حتى نشتغل هاي الكركشة وكاينما فستان تنورن كلش حلو ومرتبة نجيب الخيط وعلى نفس السنارة ندخل سنارتنا في الحلقات الامامية من الغرزان اشتغلنا عواميد في الحلقات الخلفية الحلقات الامامية كلها متبقية صح؟ فراح اجيب الخيط لون الابيض واسحب الخيط عليها ارتفع واحد اثنين ثلاثة ثلاث سلاسل ألف الخيط السنارة وفي نفس المكان اشتغل عامود بلفة السلاسل اعتبرها كعمود وعمود الثاني اشتغلتها يعني تزايد اوكي؟ بعدها ارتفع واحد اثنين ثلاثة 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 سلاسل ألف الخيط السنارة وفي نفس المكان اذا تلاحظون اسحب الخيط واشتغل عامودين هاي واحد زائد اثنين شوفوا شكل مالتها يعني عامودين ثلاثة سلاسل زائد عامودين زين السلسلة البعدها مباشرة اسحب الخيط واشتغل قرصة تحشو اوكي؟ ايضا الف الخيط السنارة فيها السلسلة البعدها رح اكون نفس الطريقة عامودين هاي واحد زائد اثنين وثلاثة سلاسل واحد اثنين ثلاثة وعامودين هاي واحد زائد اثنين كوننا نفس الشكل من بعدها مباشرة رح يكون غرزة حشو وهكذا الى نهاية السطر شوفوا شكل شلون تصير وهنا هنا غرزة الحشو بالوسط اوكي؟ اكملها الى نهاية السطر على جميع هاي الحلقات المتباقية رح اشتغل هاي الشكل شوفوا شقد تطلع حلوة مرتبة انا رح اكملها الى نهاية السطر وارجعلكم بإذن الله كملت امنات وصلت الى نهاية السطر رح اجي على اول سلسلة من ثلاثة سلاسل اللي سوينا بها ارتفاع اسحب الخيط واشتغل منزليقة وبدون ما ارتفاع سلسلة اقص الخيط بسم الله خلاص تمام هسا احنا كملنا بالباترون الفستان شوفوا الشغل شلون صارت كلش حلوة ومرتبة هاي بقسم الظهر هسا بنات رح انظف هاي الخيط الزائدة وايضا اهنانا رح اخيط لها دقمة يعني زرار يعني الفستان صارت جاهزة ننظف الخيط الزائدة ونخيط دقمة انا رح اسميها كلها خلف الكاميرا وارجعلكم بإذن الله وكملت من تنظيف الخيط وايضا خيطت لها زرار صغير شوفوا شكل ما لاتش قد حلوة ومرتبة هسا رح نترك الفستان على صفحة ونجيب الجسم والأنبوب البلاستيك اللي قدت لكم ياها والرأس حتى نبتدي بالخياطة مالتا بسم الله اول شي باصبعكم هيك يسووا لها مكان ودخلوا البلاستيك اوكي زين بالجسم ايضا بالمقاز فتحوا لها مكان شوفوا اذا تلاحظون حتى ندخل البلاستيك بهاي الطريقة شوفوا طلعت بالضبط على قياس الرقبة زين الدمية بعد ما ثبتني الانبوب رح اقلبها بالكامل رح اجيب الخيط مالتها اللي تاركينها على الجسم ونبتدي بالخياطة اني دائما الخياطة مالتتي اقول لكم شلون اخيطة حتى ما تبين مكان الخياطة لكن كثير من المتابعات قالوا ايمان لتسرعين الفيديو خيطي هويانا الى النهاية حتى احناها منعرف فاوكي بنات شوفوا احنا الخيط تاركيها على الجسم صح فخليناها على الابرة رح ندخلها مباشرة على غرزة الرأس بهاي الطريقة بعد ما دخلتها اسحبها ومن اسحبها اجر الخيط بنات شوية حتى ما اترك فراغ هسا شوفوا مال الجسم الغرزة الجسم ادخل الابرة مالتي من برة وللرأس ادخلها من الداخل واطلعها بهاي الطريقة اذا تلاحظون واسحب الخيط واجر الخيط همينة من اسحبها شوية اجرها تمام نكررها مرة ثانية شوفوا بهاي الطريقة احنا قدنا 12 غرزة حشو على الجسم 12 غرزة حشو على الرأس فكل غرزة مقابل بعض نبتدي بالخياطة مالتا لا تتركون ولا غرزة اوكي ناخر الشعار شوفوا هاي الغرزة وغرزة لمقابلها اوكي واسحب الخيط وهكذا غرزة وغرزة المقابلها واسحب الخيط شوية اجرها همينة وهكذا الى ان اكمل الخياطة الرأس بالكامل لا تتركون ولا غرزة يعني كل غرزة تجي مقابل بعض شوفوا تجد القياطة مرتبة ونظيفة اذا ما تتركون غرزة الخياطة مالتكم تطلع جدا نظيفة هيش يا خيطاني قياطة جدا سهلة واعتيادية لكن تطلع مرتبة ونظيفة شوفوا وحنا اول ما نخلي الانبوب الرأس تكون ثابت بعد يعني تكون سهلة لكم الخياطة شوفوا الخياطة تكون لكم سهلة انا اليوم كملت الخياطة كلها وياكم لانه هواية هواية من المتابعات دائما يقولون احنا نماجه مشكلة في الخياطة الرأس الغرز ما تكون مرتبة مثلا او الخياطة تكون مائلة فشوفوا بنات انا كملت من الخياطة صح راح اجي لنفس المكان ما اكرر الخياطة مرة ثانية خلاص راح ادخل بالرأس شوية ما هو همينة اسحب الخيط وهسا من الرأس احاول ادخل بالجسم كإنما اثبت الخياطة شوفوا اصحبها من الرأس سحبتها الى الجسم هسا في الجسم احاول اخفي الخيط واثبتها باي مكان تدخلون وتطلعون مو مشكلة ما تبين لكن اهمشي تطلعوا من الفراغات اوكي خلاص اثبتناها اجي اقص الخيط بكل سهولة شوفوا الخياطة بنات شوفوا الخياطة تطلع مرتبة وشميلة هسا راح نجي نلبسها الفستان الجميل مالكنا الفستان راح تدخل يعني بالجسم جسم لان الجسم صغير وكيوت يعني تدخل بالجسم يعني الفستان تنزع وتلبس باي وقت شوفوا وراح اجي اثبتها بالدوكم شوفوا خلف الفستان رشكت حلوة مرتبة وهاي من امام الفستان شنو رأيكم بشكل نهائي اتمنى يعجبكم الخطوات والشرح وكل شي تكون واضحة ومفهوم لجميع انا كلش حبت هاي اللون الفستان انتو شنو رأيكم بالبداية اتقدت ما تكون حلوة لكن ما شاء الله طلعت كلش حلوة وغريبة وهمين سويت واحدة ثانية خلي اشوفكم شوفوا هاي اللون همين سويت باقي فقط اشتغل هاي الكركوش شمالتها وسويت الرأس ايضا شوفوا لهنا بنات انا وصلت لنهاية الفيديو اذا اعجبكم الشرح لتنسون لايك واشتراك وتفعيل الجرس وريد اقول لكم شكرا لتفاعلكم وشكرا لكلماتكم الحلوة الله يحفظكم ويساعدكم وين ما تكونون احبكم كل شوايا مع السلامة